اي حد عنده قناة على اليوتيوب او لسه بيفكر يفتح بيفكر زي انه يقدر يقدر يقدم محتوى او فيديوهات بجودة عالية جدا وده عشان يضي انطباع اولي وكويس بالنسبة للمشاهد وبيفكر انه يروح ويكلف نفسه عشان يشتري كاميرا غالية عشان يقدر يسجل بيها رغم ان مع التليفون ممكن برضو يصور بيه ويخليه طلع جودة صورة خرافية واحترافية جدا كمان وفي الفيديو ده باذن الله هقولك ازاي تقدر استغل امكانيات تليفونك صح في التصوير عشان تقدر تطلع فيديو بجودة عالية جدا واحترافية جدا كمان وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده لو اول مرة تشوف قناتي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان دايما يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة اول باول وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده ممكن كمان تقدر تطبعوني على قناتي الشخصية على تيليجرام وبرضو حسابي الشخصي على انستجرام هتلاقي عندك الروبط في الوصف والمرة دي بقى بجد نروح للشارح القاعدة الاولى في عالم التصوير وعشان تقدر تصور فيديو بجودة كويسة جدا حتى لو بكاميرا تليفونك وهي الاضاءة بدون اضاءة حتى لو باكسر الكاميرات احترافية الصورة مش هتطلع زي ما انت عايزها يعني الاضاءة الكل في الكل في عالم التصوير وعشان اديك مثال حي قدامك تقدر تشوفه وتحكم به الفيديو اللي انت شايف قدامك ده انا مصوره بكاميرا تليفوني اللي هو تليفون شاومي مي ناين تي بس انا هنا مشغل معا الاضاءة او مشغل معا الاضاءة ومزبط الاضاءة وكل حاجة بجانب ان في فيديو اخر انا مسجله الفيديو ده بكاميرا احترافية سعرها لا يقل عن الف دولار بس بدون اي اضاءة ومعتمد فقط على الاضاءة الخاصة بالغرفة يعني مش مزبط اي اضاءة ولا اي شيء وشوف الفرق انت وحكم بنفسك فهمت اللي قصده؟ حتى لو انت معاك كاميرا بعدسة احترافية لكن بدون اضاءة كويسة للأسف مش هتقدر تخرجه كفيديو احترافي طب ازاي تقدر تزبط الاضاءة؟ انت مش هتحتاج اكتر من اثنين سوفت بوكس كل واحد فيهم بتدعم انك تركب عليها لمبتين عشان يكون الاجمالي اربع لمبات كل واحدة اتنين وهيكون ده اكتر من كافي كمان فيه طبعا ادوات انارة اكتر احترافية زي الليت بي كولور اللي بتديك تحكم اكبر في التحكم في درجة حرارة الانارة اللي بيبدأ من 3200 ل 5600 بس للأسف دي مش موجودة في مصر واسعارها بتبدأ من 200 دولار يعني دي اللي القطعة الواحدة فداش المستبعد ان لأي حد يبتدي جديد حتى لو نقول محترف شوية لقدام صعب انه يجبها لذلك خلينا في السوفت بوكس التقليدي لانه متوفر وكمان سعره مناسب جدا هتخلي سوفت على يمينك واخر على شمالك زي ما انت شايف في الفيديو ولو حابب تعمل شادو او ظل على وشك او نص وشك يعني مش محتاج غير ان انت تبعد سوفت واحد بيعني يبيهت عنك شوية افتراضا من السوفت اللي مين ده اللي هو سوفت بوكس اللي مين هتخليه ورا شوية هتبعده عنك شوية كده على اساس ان هو يقلل الاضاءة اللي هجيلك على وشك بالتالي هيعمل الشادو لان التركيز هيكون من الاضاءة دي هيعمل زي ما تقول الشادو على الجزء الاخر من الوجه او ممكن تفصل لمبة واحدة من الاتنين واللي قصده هنا ان لو كل سوفت بوكس عندك جاي بالوامبتين وانت مشغل اللي اربع لومة تكاملين هتخلي عندك اللي هو سوفت بوكس الخاص بالليمين ده لمبة واحدة بس هي اللي شغالة واللي على الشمال ده اللامبتين هم اللي شغالين وطبعا هتبعد زي ما لقلت لك اللي هو الايه السوفت بوكس على اللي مين ده الورا شوية وده عشان يديك اضاءة نعمة على الجلد وده هو وظيفة السوفت بوكس باختصار ان هو بيوزع الاضاءة على اساس ان هو يخلي الاضاءة متوزعة على الجلد من غير ما تكون متركزة في مثلا نقول جزء واحد من الجلد وتعمل زي ما تقول حرقان او لسعة للاضاءة وده بتبقى حاجة مش كويسة ساعة ماتة تيجي تعمل او في المجمل بشكل عام وبرضو لازم تتأكد انك مش مشغل اي اضاءة في السقف اللي هي اضاءة الغرفة يعني انت هتعتمد فقط على اضاءة الصوفت بوكس واضاءة الخلفية فقط ولا شي اخر انما اضاءة الغرفة ما تشغلهاش ولا تعتمد عليها لانها هتبوز شغلك وهتبوز الفيديو بالكامل للاسف ومهم برضو انك تضيف اضاءة للخلفية ده يديك مظهر مختلف تماما للفيديو بتاعك وطبعا انت تشوف الانسب ليك ايه زي مثلا انت ممكن تضيف لونين مختلفين واحد اصفر واحد ازرق او وردي او اللون اللي انت عايزه او حتى ممكن تضيف شريط لد بالوان متغيرة وهتلاقي ده برضو اختلف معاك بشكل كبير جدا في الفيديو العامل التاني والمهم برضو وهو انك تضبط لون الفيديو لان ده ينقل الفيديو بتاعك لمكان تاني اخر حرفيا تقدر تشوف مقارنة الفيديوين دول فيديو عملت عليه تعديل وزبطت الالوان بتاعته وزبطت كل حاجة فيه وفيديو اخر لا طب ازاي تعمل كده انك هتحتاج تستخدم برنامج مونتاج بدعم التلوين زي برنامج ادوب برمير او دافينجي رزوف وبرضي يكون معاك ورقة بيضة كمسال زي ورقة الطبعة اللي هي ورقة ال اي فور هتسألني وتقولي طب الورقة دي لازمتها ايه وانا احتاجها في ايه اساسا هقولك دي وبكل سهولة تقدر تزبط الوايت بانيلز او توازن النور الابيض بس من ضغطة واحدة في بداية تسجيل الفيديو حط الورقة البيضة دي جنب وشك زي ما انت شايف كده او مش جنب وشك اوي يعني بس خليها بينا في الكاميرا وبعد ما تنتهي وتخلص تسجيل ادخل عندك على برنامج ادوب برمير وبعدي هروح عندك على قسم القلر في الاعلى في القائمة الجانبية اللي على اليمين هتختار بيزيك ركشن او تصحيح اساسي ثم بعدها هتختار عندك ال دابلي بي سوليكتور او اللي بتكون شبه ايكونة الاطرة كده ثم بعدها هتحدد على الورقة البيضة اللي انت زارتها في الفيديو علي اساس ان انت تقدر تزبط توزن الورو الابيض ومن ثم تبدأ تزبط اللون حسب اللي انت شايفه او اللي انت عايزه من ضبط او تصبيت الوان الفيديو او ممكن تختصر على نفسك لو انت معندكش خبرة حاليا لان باذن الله قدام هكلمكم على تعديل الالوان في الفيديو بس لو انت معندكش خبرة حاليا تقدر تستخدم لوتس جاهز تقدر تضيفه على الفيديو بتاعك هتقول لي إيه لوتس دعب لطيف وإيه ده أساساً اللي انت قلت عليه ده دلوقتي هقول لك يا سيدي ده باختصار عبارة عن ألوان جاهزة انت بترفعها بشكل مباشر على البرمير بيديك إسطاين مختلف في الألوان وده برضه مقارنة ما بين فيديوهين فيديو بستخدم فيه لوتس اللي هو الألوان الجاهزة وفيديو آخر لأ طيب إزاي تقدر تجيب لوتس بسيطة هتلاقييني سيب لك مجموع من الألوان في قناتي على تليجرام تقدر تحمله من هناك لإني ما ينفعش أنا لأسيب لك رابط مباشرة لها في الوصف ويكفي إنك تكتب في صندوق البحث عن كلمة لوتس وهتلاقي كل الألوان بشاركها معاكم مع مرور الوقت بط يعني إذا كان في الفيديو ده أو بإذن الله في المستقبل ممكن عرف عليكم ألوان أخرى برضو بتستخدموها فلو إنت جايلي من المستقبل هتلاقي عندك بإذن الله مجموعة برضو من الألوان التانية تقدر تحملها مع مرور الوقت طيب إزاي تقدر تضيف لوتس أو ملف الألوان ده على الفيديو بتاعك هتروح عندك على صندوق كرياتيف بعدها لوق ثم براوس وهتشوف إنت حافز أو حاطة الملفات الخاصة باللوتس دي فهم وهتخترحه شوف اللون الأنسب معك إيه إفضل جرب في اللوتس أو إفضل جرب في الألوان وتقدر كمان تعدل عليهم من الناحية إن إنت حابب تعليل الإضاءة توطيها وخلاف من الكلام ده كله خلينا نقول برضو إن الإضاءة والألوان مش كل حاجة وإنما في عوامل تانية برضو مهمة زي مثلا تحسين مظهر المكان اللي إنت هتسجل فيه وده لعمل كبير جدا برضو ممكن مثلا تجيب بعض الديكورات زي استند أو بعض النباتات تدهن لون القوضة مثلا يعني لون مش عاكس ولون ناعم في نفس الوقت أو تعتمد على وراء الحائط النقاط دي للأسف كبيرة شوية وطبعا صعبا أنا أتكلم عنها في الفيديو ده وإنما لو عايزين فيديو خاص عن تضبيط الديكور وإزاي تقدر يعني تعمل الديكور للقوضة بتاعتك بقلل الأسعار الممكنة وخلافه ممكن تطلبه مني في التعليقات بإذن الله لأن أنا هعمل سيت أب جديد يعني هشرح لكم إلا أنا عملت كله إيه على أساسا أنا أزبط الستوديو بتاعي يعتبر وكده أكون وصلت لنهاية الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش أنك تشترك في القناة بقى وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل فيديوهاتي أول بأول ويخيروا الناس أنفع للناس لو وصلتوا للنقطة دي قولي تحت في التعليقات عبر لطيف أنا وصلت للنقطة دي لأن أنا بحترم الناس دي جدا وبقدرهم فعلا أنهم بيشوف الفيديوهات لحد النهاية واليوم تحية خاصة عندي بس أقولي تحت في التعليقات وطبعا بقى ما تنساش الشير وتنضمي لقناتي على تيليجرام ونشوفكم على الخير بإذن الله الفيديو الجاي ومع السلامة